بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات طلاب وطالبات مقرر بحوث الأعمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله هتكلم عن المحاضرة الثالثة هتكلم عن الأنواع مناهج البحث ودي طبعا موجودة بتفصيل أكثر في الكتاب أو في المرجع الأساسي من صفحة 49 إلى صفحة 68 فحنحاول بإذن الله تعالى نشرح المقصود بمفهوم المنهج في إطار اللي هو بحوث الأعمال أو في إطار البحث بصورة عامة ونحاول نميز بين المنهج الوصفي والبحوث الوصفية والمنهج التجريبي بالتركيز برضو على شنو المزايا والانتغادات التي وجهت للمنهجين طيب بصورة بسيطة جدا المنهج وحنا المرة فاتذكرنا في المحاضرة الصابق وقلنا المشكلات الإدارية أو جميع مشكلات الإدارة ينبقي للمدراء عندما يعني يقرروا حلها لا بد أن يتبعوا المنهج العلمي والمنهج العلمي يقتضي أنه أنك يتبط أول هو منهج البحث العلمي يقتضي أنك تتبع القطوات أو الطريق أو المسلك اللي يخليك تحقق أو تحل المشكلة لكن بالطريقة العلمية فبالتالي إحنا مثلا قلنا مثال ضربنا مثال أنه إذا كان في الشركة من الشركات عندها مشكلة والمشكلة هي مثلا زيادة في نسب القياب معدل أعلى من الاندستري يعني مثلا إذا كان اتكلمنا عن صناعة اللي هي اندستري مثلا صناعة الاتصالات مثلا الشركات الاتصال الأفريج اللي هو متوسط القياب بافتراض أنه كان مثلا عشر في المئة واجينا في شركة من الشركات اللي وجدناه خمسة عشر في المئة فبنقدر نجي نقول هذه مشكلة حقيقية ليه؟ ليه الشيء مشكلة؟ لأنه حددتها كمشكلة لأنه وجدت أن المعدل عندك أنت أعلى من متوسط الاندستري أو متوسط الاصطناعة فبالتالي هذا يشكل لك واحدة من التحديات محتاج تفهم هذه المشكلة وتحيلها وتضع لها حلول لكن باتباع ما يعرف بالمنهج العلمي طيب المنهج العلمي هو الطريق إذا أو المستكى الذي يتخذه الباحث أو المدير الباحث للوصول إلى الحقيقة وحل المشكلة فإذا هو مجموعة من القواعد مجموعة من الروس والطرق التي يستخدمها الباحث للوصول إلى الحقيقة أو حل المشكلة طيب تصنف طبعا في تصنيفات كثير المناهج التي سنستخدمها على سبيل المثال المنهج العلمي أو المنهج الوصفي هذا واحد من المناهج المستخدمة في البحوث أو المنهج التجريبي ففي فرق بين الاثنين حنشوفه فمثلا أنت ممكن تشوف ظاهرة وتقوم تعمل لها وصف وتستخدم المنهج الوصفي اللي هو الديسكريبتيف ومشاهداتك كلها بتحاول تصل لنتائج وتعمل توصيات ولي حل المشكلة وكذا لبناء على هذا المنهج أو تجريبي وده حنشوفه وحنعرف أنه بايحنا ما بنقدر نطبق مثلا في العلوم الإدارية كن يمكن تطبق في في علوم أخرى طيب المنهج الوصفي هو محاولة الوصول إلى المعرفة اللي هي مثلا ليه العدد أو ليه النسبة بتعتي أكثر من 10% والإندستيلي هي 10% مفروضا عايز أكون أقل من الأفريج بتاع الإندستيلي فمحاولة الوصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيلية لعناصر مشكلة أو ظاهرة غائمة من أجل الوصول إلى فهم أفضل وأدق فإحنا بنجي ندرس مجموعة من الفاكترس الأسباب التي أدت إلى هذه المشكلة ونضع مجموعة من الافتراضات ونرجع نشوف المراجع والبحوث السابقة في هذا المجال أوضحت شنو يعني المشكلة كيف عرفوها وما هي الأسباب وبالتالي نشكل نموذج علمي نقول مثلا إحنا بنفترض أنه هذه الثلاثة عناصر هي الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة نجي نضع الميسجدوليجز اللي هي طريقتنا عشان نطبق ونتأكد من أنه هل هذه الافتراضات صحيحة أو غير صحيحة يعني هل مثلا الإدارة أو الاشراف السي عنده علاقة بالقياب هل مثلا كذا حسب ما يتفترض فإذن هو منهج يؤدي في النهاية أو يساعد الباحث في أنه يصل للحل أو للمشكلة أو الظاهرة ويفهم فهم أدق وأكثر تفصيل بهدف هذا المنهج إلى توفير البيانات طبعا بتجمع معلومات وداتا والحقائق على المشكلة اللي هي عايزين ندرسها ويساعد في تفسير وبالتالي هو يمكن يكون مختلف عن ما يعرف بالمنهج التاريخي الذي فقط يسرد الأحداث لأنه حاجة حصلت في وقت محدد في سنة محددة ويتم سردها وده عكس المنهج الوصف اللي هم بيحاول يعني يصف لك في شنو في حالة أو في كيسس هو أمامك طيب لا يتمثل في عملية الوصف وحدها لأن هذه الأخيرة قلنا مقطعة التفسير المنطقة للأشياء لذا يمكن اعتبار إنه منهج يتضمن تفسير ما يعرف بالظواهر حتى تؤدي أو يؤدي إلى نتائج علمية وبالتالي الوغف على الغوانين الداخلية التي تحكمها فبالتالي عدت عندك متغيرات محددة افترضت إنه هذه متغيرات مثلا مستغلة وفي متغير تابع واحد فنجي نشوف كيف أثرت هذه المتغيرات على هذا المتغير التابع وكيف هي نفسها يعني كمتغيرات هل هي في تأثير بيناتها فده كله يشرح ويفصل بطريقة علمية إذن الوصفة العلمي لجميع الظواهر أمر ضروري لماذا تحدث ظاهرة الغياب مثلا في شركة A أعلى من الشركة B ولماذا يكون الغياب في الشركة A أعلى من متوسط الصناعة مثلا المحتاجين نصف ونحلل ونفهم ونفسر هذه الأسباب طيب المنهج الوصفي من الأشياء التي تساعد الباحث في فهم وتفسير الظاهرة وبالتالي يكون عنده فهم عميق جدا لأسبابه ونحن ممكن نرجع لمجموعة من الأشياء التي تساعدنا في هذا الفهم فمثلا يمكن تطبيق المنهج على جميع الظواهر الإنسانية اللي هي السوشال لكي نستخدم في العلوم الإنسانية فلما نجي نتكلم بعدين عن المنهج التطبيقي حنلقى محتاج تستخدم مثلا المعمل اللاب الأشياء اللي هي غير السوشال فأنا ممكن أعمل انترفيو أو أعمل استبيانات أزال الموظفين على الأسباب التي تؤدي إلى الغيابة والتأخير لأنها هي ظواهر إنسانية فإذن يطبق على الظواهر الإنسانية وبالتالي بيعكس لك نتائج تمكنك أنت كباحث في مجال البحوث بحوث الأعمال إنك تفهم الظاهرة مسبباتها وتضع أو تقدم توصيات لحلوله وبالتالي ده منهج علمي وصفي كيف نطبقه يتطلب مجموعة من الأشياء جمع البيانات والمعلومات المتوفرة محتاج تعرف العين بتاعتك المجتمع فهو المشكلة وتختار منه عينه وتطبق أدواتك وبالتالي تجمع تبدأ في جمع المعلومات كيف لازم تحددها ومتى وبأي طريقة فذي كلها بتحصل فشنو في اللي هو تصميم الجيد للبحث الإحاطة بالأدوات القياسية المختلفة رح نعرف القياس المعرفة المسبغة حول الظاهرة لا بد إنك تكون في دراك حول الظاهرة وبالتالي يكون غرائطة عنها يعني مثلا أنا لو واجهتني مشكلة مشكلة إصابات عمل ولقيت إنه متوسطة إصابات العمل في الشركات ثلاثة في المية وعندي أنا مثلا سبعة في المية برجع أشوف الليتريتشا برجع أشوف الأدبيات بشوف الأبحاث اللي هي تطرغت لأسباب ومسببات حوادث العمل في الشركات فربما تكون السبب عنده علاقة بالتدريب نقص التدريب ربما يكون السبب عنده علاقة بتصميم العمل نفسه اللي هو الأشياء المضرة كثيرة اللي هي بتعمل حوادث ربما يكون أسباب أخرى اللي هي اللي هو الديزاين بتاع العمل ككل بمعنى إنه تصميم العمل نفسه يعني ساعد في ما يعرف بشنو بزيادة إصابات العمل فدي كلها تدرس حسب الأبحاث وبالتالي يكون عندنا فهم حول الظاهرة حتى نكون نموذج لحل المشكلة أو لحل هذه الضاهرة طيب في مجموعة من الأنماط المتبعة في البحث الوصفي اللي هو لأنه نقولنا بحلم مشكلات اجتماعية ومشكلات إنسانية فمن أشهر اللي هو المسح والمسح ده عنده مجموعة من الأنماط اللي هو مسح الاجتماعي هنجي نعرف مسح الراية العام اللي هو السيرفي للبطلك تحليل العمل وتحليل المحتوى طيب من الأشياء الأخرى اللي هي زي دراسة الروابط والعلاقات وذي بناخد فيها حاجتين اللي هي الكيس يستضي دراسة الحالة والدراسة العلمية نجي نشوف اللي هو شنو يعني المسح والمسح باعتبار أنه جزء من المكونات الخاصة بالمنهج الوصفي المسح واحدا من المنهج الأساسية المتبعة وهو يعني مشهور جدا السيرفي وبيهتم بدراسة الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وجميع الفاكترس اللي بتأثر في مجتمع معين بهدف استخلاص وجمع حقائق في النهاية تؤدي إلى حل مشكلة متعلقة بالمجتمع اللي هو هذا السيرفي وبالتالي نزل أول مجتمع سكان مدينة معينة سكان منطقة محددة سكان مجمع محدد طلاب في جامعة محددة كده فبنعمل مسح ونحاول نستخلص مجموعة من البيانات اللي هي في النهاية ذات تشكل لنا خام أو داتا ممكن نستخدم لحل مشكلات المجتمع في المستقبل فمن خلال ممكن تصهر لك مثلا عداد إذا عايز تحل مثلا الموظف اللي هم الطلاب اللي بدرسوا عندهم عمل والطلاب اللي بدرسوا ما عندهم عمل ونجي نشوف إذا كان العدد كثير معنات هذه تحتاج لمعالجة كيف نعالجة عشان نحسن الكمبيليشن ريت أو الأشياء المتعلقة بالطلاب طيب دائما المسح بيعتمد على البيانات قلنا جمعها بأكبر عدد ممكن وتصنيفها ووضعها والاستفادة منها طبعا فيه البيان والمعلومة البيانة بيتدخل عشان تعمل له أناليسيس المسح الاجتماعي ده الدراسة العلمية الدقيقة لظروف مجتمع معين في وقت معين واتخاذ الإجراءات الخاص بمعالجة ظاهرة محددة فيه ظواهر كثيرة جدا اجتماعية بتشكل مشكلات في مجتمعات كثيرة جدا فإحنا عايزين نعرف الأسباب شنو وراء هذه فندرس عن طريق المسح الاجتماعي مسح الراية العام ده عملية منظمة جمع الهدف هو جمع آراء والتعرف على الآراء الخاصة ويعرف بالاتجاهات الأتيتيوت لمجموعة من الناس بخصوص ظاهرة معينة فدائما مثلا إذا سألت الرضا عايز تقييس رضا الموظفين عن أو الرضا المجتمع عن خدمات معينة بتقدم جهة محددة بتستخدم اللي هو مسح الراية العام وبتشوف الأتيتيوت سواء كان هو موجب ولا سالف عشان تحسن في الخدمة أو تحيل المشكلة فمسح الراية العام بيكون الهدف أنه هو جمع معلومات من الجمهور أو الـ تحليل المضمون برضو من التولس المستخدمة وبيعتمد على البيانات الثانوية حنعرف في المستقبل أو ندرس من الفريق شنو بين البيانات الأولية والبيانات الثانوية لأنه هنا جاهزة البيانات جاهزة بتحليل فقط بتدخل في أنا ممكن أجمع من الـ لمجموعة من الشركات جميع الشركات الاتصالات أحلل هو الـ بتاع هذه التغارير الثانوية وأصل في النهاية لمشكلة معينة وضع لها شنو تصورات وإفتراضات وحل باعدمات شنو البيانات الثانوية أما إذا استخدمت المسح الرائع العام واستخدمت المسح بصورة عامة محتاج أنك تجمع البيانات من مصدر ذاته فبتكون هي أولية برايمري محتاجة لأن البيانات الثانوية بتكون وسهلة أما البيانات الأولية هي محتاجة لمجهود ويدعى فيها الباحث دراسة الروابط والعلاقات والكيس سنشوف دي عكس المسح الذي يكتفي بجمع البيانات قلنا هي بيانات أولية بغصد الوصف لكن هذه الدراسات التي تعمل تقوم بدراسة وتحليل العلاقات التي تربط بين الظواهر نتكلم بعد ذلك عن الريليشنشيب مثلا توجد علاقة بين كده أو توجد ارتباط موجب أو سالب مثلا الإعلان وزيادة المبيعات أو التدريب وزيادة الإنتاجية فدي دراسات أو عند علاقة بالروابط وتوصف برضو تدخل في المنهج الوصف تغسم دراسة الروابط إلى دراسات الحالة الكيسي استضي ومن الاسم يعني هي دراسة بتركز على حالة الشركة أو حالة واحدة غائمة بذاتها سواء كان فرد أو مجموعة أو مؤسسة أو غطاء فده بكون يعني نسميه كيس فبنطب مثلا في غطاء الزراعة أو في الصحة أو في شركة XYZ فدي النتائج لكن سنعرف من خصائص البحث لأنه كل النتائج لابد أنه يكون البحث جيد لابد أنه زي ما ذكرنا في المحاضرة السابقة يعني يمكن تعميم اللي هي generalization فيجب الملاحظة أنه لا يمكن طبعا هنا تعميم النتائج التي تم حتى بنوصي في الدراسات الحالة أنه limitation من نقاط الضعف أنه هذه الدراسة تمت في شركة كذا كذا موجودة لكن يمكن أن تكون في نتائج مختلفة لاختلاف البيئة ما تكلم عن شركة في المملكة العربية السعودية وشركة في بلد آخر الكلشير والإنفايرومنت وكل المتغيرات مختلفة ربما تكون إذا تمت دراسة بنفس العنوى بنفس الهايبوسيس في مكان تاني ربما تؤدي أو تصهر نتائج مختلفة لاختلاف هذه العوامل المنهج العلمي والدراسات العلمية طبعا مهمة جدا بالنسبة للمدرأ والدراسات العلمية هي الاستوب أو تعتبر الاستوب المتميز في إجراء دراسات لأنها تتبع المنهج العلمي فتتعدى جمع البيانات حول الظاهرة لتمتد إلى البحث عن أسباب الظاهرة وإجراء المغارنات بين الظاهر دي اللي احنا بنعمله في البحوث العلمية اللي هي ذات الطابع التجريبي فالمنهج التجريبي كما إذا جئنا نقارر بالمنهج الوصفي نقول هو اسلوب بحثي تتمثل فيه معالم الطريق العلمي بالشكل الصحيح لأنك انت هنا تستخدم التجربة والتجربة عنده علاقة اللاب هذا المنهج يقوم على استخدام التجربة في غياس متغيرات الظاهرة قبل ما تديه مثلا الدواء كانت درجة الحرارة كم وبعد ما ديته الدواء كانت درجة الحرارة كم وعند قروب ما أخذ الدواء وقروب أخذ الدواء التغيرات يعني هذا يغضع لمجموعة من المغارنات العلمية والغياسات المختلفة حتى تصير شكلها كيف والاختلافات يتم التحكم بجميع المتغيرات التي تؤثر على ظاهرة معينة أو واغع معينة بإنك تزيد وتنقص وبالتالي نشوف النتيجة يعني مثلا إذا إنت أعطيت مريض دواء محدد والمريض الآخر نفس يعني إنت هنا تحاول تعمل كنترول على المتغير وتجد قيس ظاهرة معينة مثلا درجة الحرارة في الاثنين في ارتفاع في استغرار وهنا ما في استغرار نقدر نعرف ونجمع ونتحكم في المتغيرات التي نسميها المتغيرات المستغلة حتى نتأكد من أن المتغيرات الأخرى عندها علاقة بهذه التجارب في متغير يسمون المتغير التجريبي والهدف منه هو قياس الأثر على الظاهرة نفسها فمعنى نقول المتغير التجريب هو وضع محلول كذا بمواصفات معينة لكي نجي نقيسه ويكون في حاجة ثانية ما فيها فنجي نقار ونجي نطلع رزلط ونتائج ونقول هذه النتائج إنه إضافة المحلول بالمواصفات يؤدي لنتيجة كذا زي التجارب العلمية الخضاء التي الـ H2O مثلا اثنين من الـ H معين واحدة من الأكسيجين في النهاية بيطلعن الموية الووتر اللي إحنا نشرب هذين فهذه بالتجارب العلمية أو التجريبية طيب يرى كثير من الباحثين إنه هذا الإسلوب لا يمكن تطبيقه في العلوم الاجتماعي والإنسانية يعني مثلا إحنا موظفين وعايزين نقلصة درجة الرضا فصعب جدا تشتغل أو تعمل لاب ففيه صعوبة لكن يرى بعضهم أنه رغم صعوبته في تطبيقه في المجالات اللي هي الإنسانية لكن يمكن استخدامه لكن محتاج طبعا لناس عندهم خبرة ودراية ومعرفة باستخدامه أغلب المتدرّب على هذه الأبحاث وما دائما بيجمع من الكليات العلمية أنت محتاج يكون عندك مدرة وعندك ناس اللي هم مساعدين موجودين لهؤلاء المدرّب عندهم علاقة وخلفية بكيفية استخدام وتطبيق هذه لأنه فيها جزء علمي وتطبيق محتاج أنك تطبق بالطريقة الصحيحة فلا بد من الخلفية العلمية التي تمكنك أنت معرفيا كيف تستخدم هذه الأشياء طيب خطواته اللي يمكن برضو لشان نستفيد أكثر ممكن ترجع للكتاب صفحة 135 في مجموعة من الخطوات لتتبع المنهج العلمي أو المنهج التجريبي الخطوة الأولى هي صياغة مشكلة البحث وتحديد أبعاده والصياغة هنا لا بد من التركيز أنه لا بد أن نتل صياغة بطريقة علمية صحيحة عرفت المشكلة وصيغتها وحددتها و أصبحت أبعادة محددة لكي لا تكون هي يعني ما عايزين نطلع لكي نكلفنا بحثنا شيء كثير نصيغ الفرضيات اللي هي الهايبوسيس إنه مثلا إضافة كذا إلى مادة كذا يؤدي كافتراض لكن لسه ما جربناه فالتصاغ مجموعة من الفرضيات الهايبوسيس إعادة أو إعداد تصميم تجريبي يحتوي على العلاقات والمتغيرات المراد استخدامه نعمل تيستين تحديد العوامل المستقلة التي ينوي الباحث إخضاعها للتجربة وبعد ذلك نحن طبعا دفيه جزء بتدخل فيه حتى الإثكة اللي هي جوانب الأخلاق لأنه تشوف عينه اللي هي بعض التجارب المنهج التجريبي بجيب مثلا إذا عايز أطبق دواء لكن ما بمشي للإنسان مباشرة بجيب الأشياء مثلا الحيوانات اللي عندها خصائص الإنسان نفسه لكن في حكم أخلاق وفي بتستخدمه بطريقة أخلاقية حتى لما تجي تنشر بعضين أضرد بالإنفايرومينت ولا أضرد بالحيوان وكذا مثلا النمازج التجارب اللي بتجرع على الفيران أو تجارب اللي بتجرع اللي هي الحيوانات اللي عندها خصائص زي الفيران اللي هي جينات مشابهة فإذا أدى مفعول بعد ذلك نجي نعمل لو شنو تستينغ في عرض الواقع التحديد وسائل التي يتي من خلالها أو يمكن من خلالها قياس نتائج التجربة تأكد من صحتها لتجربة علمية لازم نذاكد إنه هذه التجربة صحيحة وبالتالي لا بد أن يكون في وسائل القياس يعني ما فيها يعني شك إجراء الاختبارات الأولية في الغرب مثلا في بعض يجيوا مطوعين فالناس كده يتطوعوا عشان نختبر عليهم مثلا دوا محدد مصلي محدد ونذأكد طبعا ما بتعمل بدون موافقتهم لا بد أن يكون هما يجوا ويوقعوا على أنه هما طوعا يخضعوا لهذا البرنامج بهذا خدمة الإنسانية وخدمة البحث العلم وكذا لكن ما بتمشي تختار لك مرضى موجودين بدون علمهم أو كذا وتطبق فيه الأشياء دي يعني تدخل كلها في الاني إثيكال براكتس تحديد أو إجراء الاختبارات الأولية وتحديد مكان وموعد وزمان إجراء التجربة الفعلية تأكد من مدى الثقة بالنتائج التي تم التوصل لها عشان كذا في الأدوية لما تدخل في الدواء تفتح الرشدة الموجودة داخل الدواء بتجد الأشياء دي مكتوبة إنه هذا الدواء تم اختباره في معامل مثلا قلنا كذا واظبط نسبة نجاح ودك بالنسب حتى إنه أقول لك الحالات التي أصهرت عدم الاستجابة في مرحلة التجربة كان نسبتها كذا داخل اللي هو الدواء صندوق الدواء بطلعت لأي دواء بتلقى details مكتوبة بتوضح اللي هي النتائج والثقة وكم في المية أصهروا نتائج غير النتائج المرغوبة وكم في المية أصهروا نتائج المرغوبة فدي بتبعي الله إنه أنا يعني يعني أقتنع قناعة تامة وتكون عندي يعني معدل أو مستوى ثقة كبير جدا بنتائج البحث المطلوب خاصة في المنهج التجريبي عكسه تماما شنو المنهج الوصفي لأنه قلنا ذاك بإخضع أو بتعامل مع ما يسمى بشنو الحالات الإنسانية والحالات الاجتماعية يعني أنا مثلا إذا عايز أجرب تجربة زي دي لأن دي بتكلفني وفي نفس الوقت ربما تؤدي إلى فغدان يعني سواء كان إنسان أو حيوان لأنك تحتعملها عكس المسح اللي أنا بستخدمه بزال الموظفين وجمع وجعم تحسينات وفي النهاية يطلع بدراسة وقول مثلا عملنا استبيان نشرنا مثلا نسألنا أكثر من ثلاثة ألف موظف في شركة من الشركات وعن كذا 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 وكانت الإجابات كذا وقيني أنه وصلنا للنتاج الآتية فتصل للنتاج يجي واحد باحث غيرك يجي يقول مثلا في علاقة لكن العلاقة ما قوية أنت وجدتها قوية الكيس مختلف وهكذا ده يحصل له تعميم المنهج التجريبي ويصوره عامة جدا ويظل موجود ويبقى مسجل بأنه ده يعني زي البحوثة العلمية اللي هي الإنسانية نفس الشي لكن ده لأنه فيه بيدخل بعدين يعني ده الفرق أنه هذه البحوثة التجريبية في النهاية دائما يتم تمويلة من قبل جهات تستفيد منها وبالتالي فيه جهات كبيرة جدا بتحاول تبحث عن الباحثين أو جهات البحث العلمي في الشركات تدعمهم لإجراء مجموعة من التجارب إذا نجحت التجربة أو نجحت دواء أو نجحت كده يكون فيه عائد مادي كبير جدا وزي اللي بنشوفه الآن في البزنس أو الدنيا ما يسمى بالعلاج وإحنا العلاج هو لعلاج مشكلة المشكلة مشكلة علمية لكنها تضيقية لأنه بتطلع دواء واتعالج بهم مشكلة مرض محدد إحنا في الإدارة نتكلم عن ظواهر غياب تأخير إصابات عمل عدم رضا عدم كذا عدم اهتمام هذه كلها ظواهر محتاجين نفهمها ونضع عليه هايبوسيسيس ونتبع فيها المنهج العلمي واللي هو السيرفي وغير البتناسبة اللي هي دي الأشياء التي تناسب هذا النعم لشان كده كلها تصنب علينا هي دراسات أو أبحاث وصفية ده تقريبا كل اللي حاولت أو أشرح في هذه المحاضرة وأتمنى لكم التوفيق في مقبل أيام وراكم في المحاضرة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر